أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات النقل تحظى باهتمام كبير وبالغ الأهمية وبتباعة دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ محاور النيل وتطوير السكك الحديدية بما فيها مشروعات القطار السريع والمونريل وخلال اجتماع الاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل شدد مدبولي على أن هذا الاهتمام يأتي في ضوء إيمان القيادة السياسية بأهمية تلك المشروعات في تيسير حياة المواطنين وتهيئة البنية الأساسية الداعمة للاستثمار هذا وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لمشروعات محاور النيل على مستوى الجمهورية وسير العمل في إقامة محطة حاويات تحيا مصر واحد بميناء دمياط